تهم المجلس الأعلى للدولة في ليبيا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد البيبة بعرقلة عقد جلسة للمجلس قائلا إن مجموعة عسكرية تابعة لما يسمى بقوة حماية الدستور والانتخابات قامت بمحاصرة مقر المجلس الأعلى في وسط العاصمة ترابلس وكان المجلس يستعد لعقد جلسة لبحث توحيد صلوة التنفيذية والمسار السياسي والية اختيار أعضاء جدد للمناصب السيادية وفي مقدمتها محافظ البنك المركزي الليبي إلى ذلك حضت السفارة الأمريكية في ليبيا الأطراف السياسيين على حل خلافاتهم السياسية عن طريق الحوار والتسوية داعية إلى إجراء الانتخابات وقالت السفارة الأمريكية إن التهديد باستخدام القوة من شأنه أن يزعزع الاستقرار ويقود الجهود الدولية المفذولة لتحقيق الوحدة الوطنية مؤكدة أنها ليست طريقة مشروعة أو مستدامة لحل الخلافات السياسية ونرحب بضيفنا من ترابلس الكاتب والباحث السياسي أحمد أبو عرقوب ومن سيديوهاتنا في القاهرة المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي محمد السلاك أهلا بكما أبدأ معك أستاذ أحمد أنت الآن في العاصمة الترابلس ماذا يعني تطيير هذه الجلسة؟ من يتحمل المسؤولية؟ ومن يعطل عبر تعطيل هذه الجلسة إجراء الانتخابات؟ أعتقد بأن قوة حماية الدستور وهي قوة مستحدة قام بإنشائها عبد الحميد البيبة ورصد لها ميزانية تقدر بمليار ومئة مليون دينار ليبي فقط لحماية عبد الحميد البيبة واستمرارها في السلطة هذه القوة هي من منعت مجلس الدولة اليوم لعقد جلسة لمناقشة القاعدة الدستورية ومناقشة المناصف السيادية ومسألة توحيد السلطة التنفيذية السيد عبد الحميد البيبة مثل كافة الأطراف السياسية الموجودة في ليبيا عندما يستشعر الخطر حول مستقبله السياسي أو أن هناك بعض الأطراف تهدد استمرارها في المشهد السياسي يلجأ لاستخدام القوة لحماية ما يعتقد بأنها الشرعية اليوم ما حدث هو عارض وحدث في السابق وهو استخدام القوة لفرض واقع سياسي ولكن أصل المشكلة وأصل الأزمة في ليبيا هو تهالك الشرعية لدى كافة الأسام السياسية الموجودة في ليبيا وهذه الأسام لا تعترف بأنها متهالكة الشرعية نتحدث عن مجلس الدولة منتخب منذ سنة 2012 نتحدث عن مجلس النواب منتخب منذ سنة 2014 ونتحدث عن عبد الحميد البيبة انتهت ولايته القانونية في 24 ديسمبر الماضي جميع الأسام السياسية الموجودة متهالكة الشرعية ولكن عندما يتم الحديث أو العمل على عملية سياسية بشكل أحادي تقضي بإقصاء بعض الأطراف السياسية فأن الطرف المتضرر يتدخل ويستخدم القوى لفرض واقع سياسي جديد فبالتالي الحل في ليبيا سيد الفاضل يتمثل في عملية سياسية جامعة من خلال ملتقى حوار سياسي بين كل القوى السياسية الفاعلة في ليبيا تجلس على طاولة المفاوضات وتجد حل لعادة الزخم للانتخابات ووضع قوانين الانتخابات ووضع قاعدة دستورية للانتخابات مع تدليل الصعاب أمام جراء الانتخابات مع خفض التوترات ومخاطر جراء الانتخابات وهنا أعني ما أقول يجب خفض مخاطر سأذهب معك إلى الانتخابات أستاذ أحمد أستاذ محمد ما وصفه السيد أبو عرقوب بأنها مؤسسات متداعية ما أهمية اليوم عمل المجلس الأعلى للدولة ومن المستفيد من تعطيل هذه الجلسة وبالتالي من يتحمل المسؤولية إن كان السياسية أو حتى الذهاب إلى سيناريوهات أمنية بلغة خطورة مساء الخير تحية طيبة لحضرتك ولضيفك من طرابلس أهلا بك أتفق مع ما ذهب إليه الأستاذ أحمد فيما يتعلق بهشاشة الشرعية للأجسام السياسية كافة الآن هذه مسألة بالفعل معروفة للقاسي والداني وحتى المجتمع الدولي لا تتحدث عن شرعية هشة لكافة هذه الأجسام وبالتالي المخرج هو الانتهاء من خارطة الطريق تمهد أو تعبد الطريق نحو عملية انتخابية رئاسية وبرلمانية متزامنة وهذا لن يكون إلا من خلال سلطة تنفيذية موحدة وقاعدة دستورية أهمية ما كان يقوم به المجلس الأعلى للدولة الاستشاري بين ظفرين اليوم في طرابلس هو مناقشة توحيد المناصب السيادية وهي إحدى الخطوات المهمة في طريق الانتخابات وكذلك مسألة توحيد السلطة التنفيذية تمهيدا للقاء تقابلي مع البرلمان ربما يكون في مدينة سرت في الأيام المقبلة لحسم هذا الملف يبدو أن هذا لم يرق لحكومة الوحدة شعرت بأن المسألة ربما باتت أكثر جدية وبالتالي هذا يهدد استمرارها في السلطة التي تحاول بكل السبل وبكل الطرق أن تستمر فيها فأعطت الأوامر لما حدث اليوم يعني الحصار الذي تم قوة مدججة بالسلاح وهي لن تتحرك دون أوامر والأوامر من الواضح أنها جاءت من السلطة العلياء وأدت إلى تقويض عملية سياسية كان من المفترض أن تكتمل أو ربما كانت اليوم توطئة لعملية أكثر شمولا بالتعاون مع مجلس النواب تم وقدها بهذه الكيفية منذ بضعة أشهر أيضا منعت طائرة مجلس النواب من التحرك من طرابلس إلى بنغازي يعني هذه الممارسات محل إدانة بكل تأكيد وبدأ واضحا حتى من ردود الفعل الدولية اليوم على مستوى بيانات صدرت من سفارات أبرزها السفارة الأمريكية والإنجليزية أيضا بشأن الاعتراض والتنديد بما حدث اليوم وأن استخدام القوة للبقاء في السلطة ليست وسيلة مجدية ولا مستدامة وبالتالي ربما نشهد المزيد من التصعيد في الفترة القادمة أيضا سيد خالد المشري يبدو يتحرك بشكل نشط ذهب إلى مكتب النائب العام قدم شكوى ضد رئيس الحكومة وأحد الوزراء ثلاثة من ربما أحد المستشارين ووزير ورئيس الحكومة يعني الأمور ذهب إلى تصعيد يبدو ذلك نعمل ألا تتطور إلى مواجهات مسلحة أستاذ أحمد أستاذ محمد أيضا كرر هذه النقطة البالغة الهمية التحذيرات الدولية تدور في حلقة مفرغة كما مسار الحل السياسي السفير الأمريكي وربما هذه المرة العاشرة هذا العام أتابع وأرصد كل المواقف المتصلة بواشنطن بشأن زعزعة الاستقرار تقويد المسار والجهود الدولية لتحقيق الوحدة الوطنية وأنت كنت تحذر من استمرار تعطيل الانتخابات سقطت الانتخابات اليوم ولكن هناك ربما رفض للإقرار بذلك من قبل الأطراف الليبية لا أعتقد بأن اليوم هناك زخم ويعني إعادة محاولة من الولايات المتحدة وبريطانيا لإعادة الزخم نحو الانتخابات هناك تلويح بأن يتم دعم المجلس الرئاسي لإصدار مرسوم رئاسي لإصدار قاعدة دستورية وقانون الانتخابات والذهاب إلى انتخابات في حال فشل مجلس النواب ومجلس الدولة في التصويت على قاعدة دستورية وقانون الانتخابات وهذا ما يفسر العجلة التي عمل بها مجلس الدولة خلال المدة الماضية وإصرارهم على إصدار قاعدة دستورية والتعاون مع مجلس النواب في هذا الإطار لديه معلومات شبه مؤكدة بأن وصل التهديدات بالفعل إلى مجلس الدولة بأنه سوف يتم القفز على مجلس النواب ومجلس الدولة ودعم المجلس الرئاسي لإصدار قرارات لإصدار مرسيم رئاسية بخصوص القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات للذهاب للانتخابات أيضا لا ننسى أن مجلس الأمن قد أصدق قراره الأخير تحدث فيه عن ضرورة وجود سلطة تنفيذية موحدة في ليبيا وعندما سئل منذ يومين السيد ريتشارد نولاند في مقر المفاوضية وطنية العليا للانتخابات عن السلطة التنفيذية ومسار الدهاب لتشكيل سلطة تنفيذية جديدة وحكومة ثالثة قال بأن لدى ليبيا يعني ما يكفي من الحكومات ويجب التركيز على الانتخابات ما يعني أن ريتشارد نولاند ومن خلفه الولايات المتحدة مصرين على فكرة الدهاب للانتخابات في ضل وجود الحكومتين وأن كل حكومة تشرف على الانتخابات في مناطق نفوضها هذه الفكرة لا تحظى بدعم دولي ولا تحظى بدعم نخبوي في ليبيا ولا تحظى بنعم مؤسسات في ليبيا هي فقط فكرة أمريكية فكرة طرحها ريتشارد نولاند ومازال إلى الوقت قريب مازال يسوق لها وأعتقد بأنها خطوة يعني غير واقعية وسوف تقود إلى يعني مشهد مأساوي في حال أننا ذهبنا إلى انتخابات في ضل وجود حكومتين ما يعني أن دولة مقسمة يتم فيها إجراء انتخابات لدولة واحدة هذا أمر أشبه ما يكون ضربا من الجنون فبالتالي اليوم هناك تركيز على مسار الانتخابات أنا اليوم صباحا كنت في اجتماعات في البيعتة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حول آخر تطورات في المشهد السياسي الليبي إلى الآن البيعتة الأمم المتحدة لا تعمل على إعداد ملتقى حوار سياسي لإيجاد حل في ليبيا كل ما يكلم هناك أن السيد عبدالله بتيلي يعقد اجتماعات اليوم هو موجود في سبهة مع بعض القيادات السياسية والعسكرية الموجودة في ليبيا وبعض القوى وبعض القوى الإقليمية والدولية المؤترة في الملف الليبي للوصول إلى صغة نهائية للحل في ليبيا المسألة في ليبيا الأزمة معقدة ومركبة وحلها يحتاج إلى خطوات متأنئة وخطوات راسخة وأبرز هذه الخطوات في اعتقادي هو إيجاد حل للسلطة التنفيذية ومن ثم الذهاب لمسار المناصب السيادية نعم سييد أستاذ السلق المناصب السيادية وفي مقدمها مخافظ للبنك المركزي الليبي تم تضياء هذه الفرصة مع تعطيل الجلسة كيف سينعكس ذلك على مسار الحياة اليومية شبه المعلقة والمعطلة للليبيين ومواجهة كل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وهي من العكسات الأزمة الأمنية والمخاطر في العاصمة ترابلوس يعني كلما استمرت مؤسسات منقسمة استمرت المؤسسات السيادية وهي منقسمة كلما عكس ذلك سلبا على المواطن وعلى حياة المواطن وعلى قوت المواطن وبالتالي هذا ما يعانيه الآن نتيجة للانقسام المؤسساتي وستستمر هذه المعاناة طالما أن المؤسسات السيادية بهذه الوضعية الآن من انقسام وتوظيف سياسي وابتعاد عن مهامها الأساسية بعضها تحول إلى مراكز قوة بعض رؤساء يتعاملون وكأنهم في ملك خاص وليست مؤسسة سيادية ذات صلة بقوت الليبيين ومن هنا جاءت أهمية أن يتمضخ دماء جديدة في هذه المؤسسات السيادية وأن تدار من قبل مجالس إداراتها وليس من قبل أشخاص هذا الذي يجري الآن هي شخصا للمؤسسات حكم فردي للمؤسسات وبالتالي دخولها في مناكفات سياسية مع الأطراف المختلفة هذه ليست مهمة هذه المؤسسات ومن هنا لابد من البناء على هذه الاجتماعات واكتمالها والوصول إلى مؤسسات سيادية موحدة منصهرة بمجالس إدارات وليست بهذه الطريقة الحالية هذا سيسهم بشكل كبير في الحل ولكن المسألة معقدة صعبة للغاية هذه مؤسسات تجذرت منذ سنوات وأصبحت كما أشارنا سلفا أشبه بمراكز القوة لن يكون انتزاعها سهلا لها ارتباطات في الخارج ارتباطات بقوة أيضا في الداخل قوة مسلحة في الداخل يعني شبكة معقدة للغاية تفكيكها لن يكون سهلا ويحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية إلى الآن هي غير متوفرة نعمل أن تكتمل جهود بمجلس النواب والدولة وتتوج بمؤسسات جديدة بمجالس إدارات جديدة وكذلك سلطة تنفيذية محايدة على مستوى ليبيا بالكامل وموحدة قادرة على أن تدير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة لأنها لن تجرى يعني الانتخابات لا يمكن أن تجرى في ظل الانقسام الحالي وإلا ستكون محل تشكيك ولن يقبل بنتائجها أحد ويعني ستقودنا إلى مرحلة أكثر تعقيدا أستاذ أحمد ما أسمع أستاذ محمد بالمؤسسات المخطوفة في الداخل اليوم ما أقدمت عليه هذه المجموعة العسكرية لما يسمى بقوة حماية الدستور والانتخابات ما خطورة السلاح المتفلت وأن تستفيد منه هكذا مجموعات وأعود إلى السؤال الثاني والمرتبط بخطورة تطيير الانتخابات ولا موعد محدد لذلك وتفشل كل المرجعيات في الذهاب إلى هذا الاستقاق الدستوري من فضل الإجابة في دقيقتين فقط أستاذ أبو عرقوب نعم والأستاذ محمد السلاك قد وصف المشهد بشكل صحيح ودقيق وأنا أتفق فيما سرده تماما هناك خطورة من انتشار السلاح وأن هناك بعض المجموعات المسلحة أو دعنا نوصفها بوصفها الصحيح الميليشيات تأتمر بإمرة بعض الشخصيات السياسية وهي تعمل على حماية هذه الشخصية السياسية ولنا في مثلا قوة حماية الدستور هي تعمل لصالح استمرار حكم عائلة البيبة في السلطة هذا يعني أمر مفروغ منه وهذا مسلمة موجودة في ليبيا اليوم أيضا عندما انتحدث عن باقي التشكيلات المسلحة كلها لديها ارتباطات بإما تيارات سياسية معينة أو بشخصيات سياسية معينة تعمل لصالحها وتدور في فلكها هناك خطورة كبيرة من ناحية إجراء الانتخابات في الوقت الحالي بسبب الانقسام الموجود في الدولة الليبية وبسبب أيضا غياب الثقة بين الأطراف السياسية ما يهدد الانقلاب على نتائج الانتخابات وبالتالي الدخول في دوام الصراع ربما تنتهي إلى حالة تقسيم الدولة الليبية لذلك نحن نطالب بتعزيز الاتقاب بين الأطراف السياسية وأيضا تخفيف مخاطر الذهاب للانتخابات من خلال عملية سياسية يتم فيها مراعاة التوازنات وأيضا يتم فيها زرع الثقة بين الأطراف السياسية لكي نذهب للانتخابات بضمانات أكبر لقبول جميع الأطراف السياسية لنتائج الانتخابات الآن يجب أن يكون هناك حوار سياسي يجمع كافة القوى السياسية في ليبيا باعتبار أن كافة الحلول قد جربت في الماضي وأنها لم تؤتي أكأك لها وأن حتى الحل الذي يحاول أن يصبقه الآن السيد خالد المشري والسيد عقيلة صالح بأنهم في حال التفقوا فأنهم سوف يحدثوا تغيير في المشهد السياسي في ليبيا هذا أمر غير صحيح بالكامل باعتبار أنهم ليسوا هم فقط الموجودين في الساحة السياسية في ليبيا هناك شخصيات لديها دقلها ولديها أدواتها وبالتالي يجب إشراك جميع القوى السياسية في ليبيا لكي يكون هناك حل سياسي وخارطة طريق واضحة للجميع أشكر ضيفين جزيلا الشكر الكاتب والبحث السياسي أحمد بوعقوب من العاصمة ليبيا ترابلوس ومن ستوديوهات سكايليوز عربية في القاهرة المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي سيد محمد السلاك شكرا جزيلا لكم اشتركوا في القناة